اشتركوا في القناة الاسلام يصير مسيحيا حلقة الليلة هي المفاجأة التي وعدت بها في الحلقة الماضية وهي تتعلق بشخصية معروفة في العراق شخصية كان لها دور كبير في الأحداث في العراق وفي الصراع الدائر هناك كان له دور عسكري وكان له دور قياده أيضا لكن الأحداث قادته إلى معرفة السيد المسيح والتباعه الغرض من هذه الحلقة هو أن يرى الناس كيف يؤثر المسيح في حياة الناس ويغيرها تغييرا جذريا بدون أن أطيل عليكم ضيفي لهذه الحلقة هو الأخ سعد أبو العبد من العراق أهلا بك أخ سعد أتمنى الصوت أهلا بك مرة أخرى لأنني لم أكن تسامعك في المرة الأولى تفضل أهلا بك أخي رشيد سلام المسيح معاك أهلا بك أهلا بك أنا مبسوط أنك معنا في هذه الحلقة وناس كثيرة كانت متشوقة منذ أعلنت عن الحلقة قلت أنه في مفاجأة ناس كثيرة كانت متشوقة لمعرفة من هو الشخص المفاجأة أمين ربي باركك ونصلي باسم المسيح أن تكون هذه الحلقة هي نور وبركة لكل من يراها من الأخوة وكل الناس باسم المسيح أشكرك بداية حابب أسأل من هو سعد أبو العبد لمن لا يعرفه أنا من موليد بغداد نعم اسمي سعد أبو العبد من عائلة مسلمة سنية عائلة معروفة في بغداد عراقي قائد ومؤسس فرسان الرافدين عام 2006-2007 اللي أطلقت الحكومة العراقية عليها اسم الصحوة نعم نعم تفضل نعم أخي ولدت وترارعت في بغداد في عائلة مسلمة نعم ونشأت في عائلة ملتزمة إسلاميا وكنت ملتزمة كثير وكنت في السامة يعني حقيقة مسلم سن سلفي كنت عشت حياتي في المساجد كنت أيضا كنت مؤذن وكنت خادم في المساجد أيضا وكنت إسلام كيف كانت تربيتك الإسلامية لو تحدثنا منذ الصغر كيف كانت تربيتك الإسلامية أنا معرفتي بالسيد المسيح كانت هي من صغري يعني من كنت صغير كانت معرفتي بالسيد المسيح بسبب قصة كانت لوالدي والدي كان في الجيش العراقي السابق وكان دائما يشعل في الغرفة تبع الشمعة فكنت أنا صغير وكنت دائما عندي فضول أنه أسألة أقول له أنت ليس تشعل هاي الشمعة وأكو أضوية وأكو فكان ما يجاوبني في يوم من الأيام جمعوا أخوتي وعائلتنا فبدأ يحشينا قصة هاي الشمعة وليش كان يعلقها والي يعني شغلها بالبيت حشاننا قصة أنه من كان شاب وكان في الجيش أصيب بمرض يسمى التدرن الرئوي أي سل وعلى أثر هذا المرض تم نقل إلى المستشفى العسكري وخلوه فيه قسم يسمى قسم العزل وصلت حالته أنه اتعرض إلى مرض ثاني بسبب الحرارة طبعا في ذاك الزمان كان مرض السل هو أشبه بمرض السرطان حاليا يعني اللي يصاب به كان موت محقق فبسبب كثرة الحرارة اللي كانت عنده أصيب بمرض ثاني وسمى بسحاية دماغية اللي أصابت رأسه فبلغوا اللي كان كونتكت عن ما أنه عمي اللي كان من الخارج يعطوه أخبار أنه أخوك خلص أنه وصل إلى حالة الوفاة رح يتوفى فأنا كنت جالس وكنت منتبه بكل جواحي تقريبا كان عمري 13 عام كان والدي دا يتحدث كيف أنه كان هو من تستلقي بالسرير وكان كثير وضع الصحي كان منتهي وتفاجأ شاف أربع شخاص ينزلون من سقف كانوا يرتدون زيك الدروع العسكري ووقفوا على أطراف الأربعة وبعدين نزل شخص خامس كان هذا الشخص مخيف جدا وبدأ يتلمس بأصابع قدمه يعني وصف يقول حتى أنه السرير ببدأ يتقطق وظهر مثل الوميض بالغرفة وظهر شخص سادس هذا الشخص السادس كان إلى السلطان أمر هذول الخمس أشخاص أنه يغادروا فغادروا واقترب عليه لمسه ووعد أنه سيعيش حياة طويلة نعم نحن كنا من تبهين فقلنا لا منه هذا الشخص قال هو عيسى بن مريم هو نبي وهو نبي حي عند الله فأبوك كان يحكي لك هذه القصة وكان يعني وانتو كأطفال أولاده بتسمعوا القصة ومتحمسين يعني للقصة التي تعتبر أن والدك عاشها بالضبط هو كان يروينا حياته وقصة أثناء المرض اللي كان فأنا كنت أكثير متشوق وأنا ما كنت سامع حقيقة في هذا العمر ما كنت أعرف شنو منه عيسى بن مريم ومنه هالمعلومات ما أعرف فكعقل طفل توجهت صعدت بعد ما يعني كمل الحديث معنا فصعدت إلى سطح المنزل إحنا البغداديين كانت عندنا صناديق نسميها صندقشة العراقيين يعرفون معناها صندقشة هي عبارة عن صندوق كبير مكون من جلد وخشب كان مكسور وكان والدي رامي في سطح البيت فأنا صعدت يعني كانت دنيا ليال وكانت دا تمطر أو كان أكو مطر كثير وأنا على عقليتي صغيرة جيت دخلت في هذا الصندوق وأغلقت الصندوق على نفسي ولحد الآن أذكر كان يعني لحد الآن صوت المطر اللي كان يضرب على الصندوق وأنا في بطن هذا الصندوق كان أظلم كثير كنت أقول يا الله أنا أريد أشوف عيسى بن مريم اللي شفه أبوي وكنت يعني أخرت وقت وأنا مدى أحس بالوقت اللي كنت فيه في الصندوق بالوقت نفسه لأنه أنا كنت صغير وشوية افتقدوني بالبيت فبدأوا يبحثون عني داخل البيت الوحيدة اللي صعدت للسطح سطح المنزل هي والدتي فكانت تنادي إحنا بالبغداد تقول لي يم سعاد أنت وينك يم سعاد أنا مدى أسمعي لأنا اقتربت من الصندوق فسمعتها خرجت بصورة مباشرة كل السريعة فهي خافت وكانت ردت فعلها علي أنه ضربتني وبدأت تلويني من إذني وقالت لي أنت مجنون يعني أنت شو سوي هنا بهالصندوق نعم ونزلتني للبيت اشتغل التحقيق معي من قبل والدي قال لي أنت ليس صعد فوق وجدت سوي بالصندوق بهالمطر وبدني الليل قلت له أنت أجاك المسيح وشفاك من المرض وأني صعدت أنا أريد أشوفه مثل ما أجاك أنا أريد أريد أنا هم يجيني فبدأ يبتسم ويضحك قال لي رح أشوفه وبديت شليلة أمر والدي أنه تبدلي ملابسي كانت مبدأ يعني بها مي ومبللة نمت بحضنة نمت على على ذراع الأيمن بطبيعة والدي مني نام يطف الأضوية نعم ما يخلي ضوء بالبيت أبدا نعم فبمجرد ما خليت رأسي وبديت بالنوم فتحت عيني كانت الأضوية كلها معلوقة بالبيت وكان أكو شخص متوقف في الغرفة ما كنت خايف منه كان يقول لي تعال فأنا كنت أنظر هو كان لابس مثل الزي العربي ولكن ما يشبه الزي العربي كان لابس طاقية سميها عرقشين بالعراقي وكان عنده ضفائر وكان أكو على بطن محزم مثل الحبل فكان يقول لي تعال فأنا كنت خايف منه أقول لي أنت منه وانت ش عندك جاي ببيتنا فديقلي تعال تعال فنهضت من من حضن والدي وتوجهت علي قلت لي أنت منه قل لي أنا اسمي زكريا قلت لي أنت أنت ش يسوي ببيتنا قل لي أنت رأيت تشوف الرب يسوع قلت لي منه الرب يسوع فبتسم قال لي المسيح عيسى المسيح تعالوا يا أخذني من إيدي وبدأ يسير في وسط البيت أخذني إلى غرفة والدي كان واضحها في أقصى يعني بيتنا كان يوضع فيها المواد الغذائية نحن سميها المونة الرز والطحين والدقيق والبرغل فأخذني إلى هذه الغرفة وفتح الباب اللي شفته كانت أكو إمرأة واكفة كانت لابسة ثوب هذه الإمرأة كانت لابسة ثوب يشبه الدرع مثل الدرع اللي هذا الثوب فقال لي أنت رأيت تشوف المسيح هذه أم المسيح فاقتربت عليها حضنتني ومسحت على رأسي وقلت لي أنت راح تشوفها بمجرد ما كملت كلمة أنت راح تشوفها أنا رجعت بشكل سريع أنا في حضن والدي وكانت الغرفة ظلمة وكنت ما زال أنا في الصدمة لأنني متأكد أنا كنت مع شخص ومع إمرأة هذا الشخص كان يقول أنه اسم زكريا ووداني على إمرأة يقول أنا أم المسيح فهذه بالنسبة لك كانت تجربة بالنسبة لك أنت حقيقية بالضبط بالضبط وعشتها تقريبا تقريبا إحنا جايين للأحداث لكن كان عمرك تقريبا 13 سنة قلت 13 سنة نعم طيب السؤال كان أيضا على الجانب هذا هذا بالنسبة لك وكأنه يعني مقدمات لما سيحصل من بعد لكن كيف كانت تربيتك الإسلامية يعني في البداية ما سمعتك كثيرا كان الصوت مش مش مضبوط يعني قلت أنك كنت بتأدن لكن كيف هل تربيت على الإسلام لأنه في ناس بيقولوا أنه اللي بيسوروا مسيحيين ما لهم أي معرفة بالإسلام ما تربوا مسلمين أصلا ما كانوا مسلمين أصلا هذه الأمور أنا حابب أعرف هل فعلا كنت عندك تربية إسلامية عندك قاعدة عندك بيس يعني شيء جذور أنا بالنسبة يعني اسمح لي أنه فد مداخلة بسيطة أخي رشيد نعم موضوع نظرية المؤامرة اللي عند أخوتنا وأحبتنا يعني أنه كل عابر هو كذاب وما أخذ فلوس وعنده خلفيات أخرى وعنده غايات أخرى وكل من ترك الإسلام هو ما عنده معلومات بالإسلام لا على العكس أغلب العابرين هم أكثر معرفة في الإسلام صحيح صحيح دعني أكمل لك هذه النقطة عمود يكون على بين وأنا يعني كان اختباري مع الرب هو قصة حياتي صحيح صحيح أنا عارف كيف تحولت كيف تحولت إلى مسلم سلفي بعد هذا الحدث اللي أنا بديت تكفي أنه تحدثت شفت هاي الرؤية باليوم الثاني صباحا كنا جالسين على الفطور وكان والدي جالس جنبي فقلت له أنا شفت يعني شخص في غرفتك فهو بدأ يبتسم لأنه كانت أحداث قبلها فكان بالعراق يقول لي يقول لي أوكي ابني أوكي أنا يعني متأكد كنت مغطيك فمن قلت له اسمه زكريا وكان لابس كذا 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 أصف له وقال لي يعرف جيدا أنه أنا ما أعرف هاي المعلومات فبدأ يعير الاهتمام وبدأ ينتبه لما أقول قل لي إيش سوى قلت له أخذني وداني إلى الغرفة وكانت أكون امرأة قالت أنا أم المسيح بس أرد سيلك منه يسوع منه رب يسوع فقال منه رب يسوع لا إله إلا الله منه رب يسوع قلت له يقول للمسيح قال عيسى بن مريم وأني كنت أتحدث معه نسكب علي كان نحب الشاي العراقيين فنسكب علي أبريق الشاي بدون ما حد يدفع بدون ما حد يلمس وقع وأحرق رجلي كلها حقيقة من كون الطفل أنا في جيت للإيمان بالكامل أنه أنا كنت أشهد للرب وأنا طفل فغضى بإبليس فضرب الإبريق ما شاي أحرقني هذا تفسيرك للأمر يعني أنت ما شفت أي شخص رمى الإبريق عليك لا 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 ما كان أكو حد جنب من وقع علي هذا ولكن هذا بعد الإيمان وبعد تعمقي بالرب يسوع المسيح وما رفت وأنه كنا مقاوم مليك شفت فيها وكأنه مقاوم مليك بالضبط بالضبط اللي حدث معي أنه بعدها قاموا ينقلوني المستشفى وقاموا يعالجون الحروق اللي برجل يضعون شبكات قمت أشوف زاد أنا كنت أسمي عند أهلي زاد زاد ما أعرف زاد أنا كنت أعرف زاد لأن أنا ما كنت شايف صليب آه آه يعني العلامة هادي زاد زاد كنت أسميه زاد حد ما يعني كنت دائما أشوفه بالكتاب يرسم على الحائط فكنت بتسميه على مدزا يعني كنت أنا الوحيد اللي أشوفه إلى أن في يوم من الأيام كنت في المدرسة وكانت المعلمة على الصبورة كاعدة تشرح فالرسم بس كان على شكل نار أنا ارتعبت حقيقة فاتحدثت الأهلي قالوا لي تعال ارسمه فمن الرسم قالوا لي هذا الصليب ما النصارى ف يعني ودوني على شيخ كان شيخ ملتحي لحية كبيرة وعرقشين برأسه وكذا وراوه الرسم ودار الحديث وبعدين أجلسني على مكان قالهم هذا ابنكم بيجني نصراني فيه جن نصراني مسكون يعني أنا مسكون على أساس فيه جني نصراني واليوم أنا حطلح هذا الجني من عنده فبدأ يقترب علي أنا كان يقرب فما وكان يأذن الأذان كيف الأذان مع الإسلام الله أكبر الله أكبر وكان يلتف على الجانب الآخر يقيم الصلاة كيف الإقامة مع الصلاة وبعدين كان يسألني يقول لي أنت منه فأقول لي أنا سعد يقول مو ياك أنت حشويت جني سكت ده حشويت جني فكنت الساعل أنا بنفسي وأنا كنت خايف منه فبدأ يقرأ القرآن ويصرخ بكذا ويمسكني بشكل قوي وأخرج فأنا أقول له أنا كان ماسكيني يقول أخرج فأقول أوكي تركوني خلي أخرج مو أنت هو ده حشويت جني على كل حال وصل إلى مرحلة هذا الشيخ قالوا هذا الجني ما يطلع إلا بالعصى والعصى لمن عصى فراح وجاب لي عصايا وبدأ يضرب أنا قلت وبدأ يضربني أطلع أطلع ضربني يعني إحنا بالعراقي نقول يعني ورامني كتل بحيث أذاني يضربني ويقول أطلع إذا يطلع الجني اللي براسه هو أنا كنت أتألم كثير من كان ده يضرب بي كنت أسرخ وهو كان يقول هذا الضرب ده يوقع بتجني مدى ووقع بالولد فبدأ يركز يضربني على فخذ الأيمن تعرف كل إنسان دم وعصاب فإذا ضربت إنسان في مكان أكثر من مرة يبدأ جسمه يرتجف صحيح فركز أنه يضربني على فخذ الأيمن كثير ضربني فبدأ قدمي وفخدي كله يرجف فهو يقولهم الجني صار برجلة وبعدين جلس على فخذ الأيمن ومسك كف رجلي كأنما رجل يجلس على رقبة رجل يخنق وطلع مخيط نسميه بالعراقي أبرة ميبرية يخيطون بها الفرش الكبيرة تكون إبرة كبيرة وغرزها في أصبع قدمي الكبير من جانب وطلعت من جانب الآخر أنا كنت أصرخ إلى درجة من الألم وبعدين سحبها وبدأ يطلع الدم قالهم أنا خيطت الجني وبعدين طلعت الإبرة الدم هذا طلع الجني هذه خزع بلات بعدها حقيقة أنا بعد ما شفت الصليب فكان الحديث يدار أنه الشيخ المسلم انتصر على الجن النصراني وخلاص انتهت الخص خلاص أنا بعد ما شفت الصليب حقيقة وانت كنت بتشوفه وانت ماشي ولا في كل مكان ولا بيحصل لك في الحلم ولا في العلم أنا كنت أشوفه في الحقيقة للصليب يعني أنا ما كنت نايم أنا كنت أشوفه في الحقيقة كان يرسم أمامي وما أخلي عيني كان يرسم الصليب أمامي وبعد هذه الحادثة نعم تفضل بعد هذه الحادثة ايه اللي حصل احنا بنحاول نختصرها لأنه عنا كلام كتير جدا في حديث أخر نعم 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 تفضل أنا اختباري كتير كبير أنا عارف المشكلة إنه الوقت عن حياتي نعم بعدها والدي أنا هاختصر لك كتير والدي هتم بي بدأ يأخذني ويا للمسجد نعم بدأ يلبسني العرقشين والدجلاش البيضة ويطلعني في صلاة الفجر ونفتح المسجد بعدها قمت أنظف المسجد وبعدها قمت أتقدم شوية شوية بديت أأذن في المسجد وأذن الفجر وأذن الظهر العصر المغرب العشاء وبعدها نقفل ننظف المسجد وبعدها بدأ والدي يهتم بتعليني القرآن بدأنا نتعلم قراءة القرآن والتلاوة بالتجويد والترتيل بدأنا ناخد دروس بالأحاديث إلى أن وصلت إلى مرحلة بديت أنا أعطي دروس يعني تقريبا كنا في كل يوم ما بين صلاة المغرب والعشاء نسوي حلقة الدرس كنت أعطي دروس بموضوع التوحيد توحيد الله نعم وشنو صفات الله بالتوحيد الأسماء والصفات وأكو أمور خاصة بالله لا يمكن أن تكون لإنسان أو تكون لملك مغرب ونشأت على هاي النشأة إلى أن صار عمري 36 أنا كنت كثير ملتزم كنت كثير ملتزم كنت مستعد أموت من أجل الإسلام طب كيف كانت نظرتك لما صرت ملتزم كيف كانت نظرتك لحكاية والدك وأنت التجارب اللي كانت عندها كيف فسرتها وتغلبت عليها أنا حقيقة بعد ما انتهت أحداث الشيخ وبدأ ودع دين المسجد هذا الموضوع النسى مغراسي إلى عمر 36 النسى تماما يعني ما كان أكو إلى ذكر في رأسي أنا كنت مؤمن أنا مستامع أنا كنت مؤمن إيمان قابع أنه نحن الوحيدين اللي على حق طيب أنا مستامع أي شيء يا جماعة أنا مستامع باعش والإسلام من منظور مسلم صادق قالوا عنه تحليل فريد وشامل لإديولوجية الإرهاب كتاب مؤلم يكشف منابع الإرهاب كتاب يرفع نقابا يستر الحقائل هذا الكتاب الاستثناء في بابه ومضمونه من المصادر المبكرة لهم عالمي المقيم لا يوجد أي كتاب آخر يوضح العلاقة بين داعش وزذور الإسلام أفضل من هذا الكتاب داعش والإسلام من منظور مسلم صابق يمكنكم الحصول عليه من المواقع التالية لماذا أنا مسلم هل اخترت ديني في يوم من الأيام لماذا هناك إرهاب وقتل لماذا يذبح الإنسان أخاه الإنسان بإسم الله لماذا يحتلون ويصيحون الله أكبر ماذا كيف ولماذا مجرد سؤال لكنه قد يغير حياتك سؤال جريء كل ليلة خميس مباشرة على قناة الحياة عودة مشاهدين لكمال هذه الحلقة من برنامس سؤال جريء أعتذر عن أعتذر عفونا أعتذر عن العطل الفني اللي حصل ما كنت سمع أي شيء عودة لك أخ أبو العبد آسف كنت أقول بأنك أنا كنت سألتك سؤال ومن بعده ما سمعت أي شيء أنه بالنسبة لك كيف كنت تفسر الأحداث اللي كانت في الماضي الحلم أو الرؤية اللي شفتها أو الرؤية اللي شافها والدك إلى غير ذلك أنا يعني قلت لك أخي أنا بعد ما والدي اهتم بي بتربية إسلامية نعم هذا الجزء اللي مريت في حياتي وأنا صغير كان منسي تماما من بالي إلى عمر 36 عام أنا كنت مو من إيمان بحث قوي قطعي مؤمن أنه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وهذه أنه أن هذه الرؤى كانت مجرد أضغط أحلام ومجرد يعني بعض الأشياء لا هي كانت يعني تقريبا انست في رأسي في وقت في هذا الزمان انست تماما إلى أن الله ربطها في حدث ثاني نعم أنا جاي للحدث الثاني لحظة خليك خليك شوي لما بتديت متعمق في التربية الإسلامية وبتديت تمشي للمسجد حدثني عن كيف هل ارتبطت ببعض القيادات الإسلامية هل صار عندك أي نشاط إسلامي هل صرت إيه إيه اللي كنت بتعمله في هذه الأيام لأنه من عمر 13 لحد 36 سنة عم مدة طويلة نعم أولا كانت عندي علاقة طيبة كثير مع كثير مشايخ مسلمين والآن هم دايشوفون وكثير رح يعرفون الآن يعرفون منه أنا نعم إلى غاية يعني عام 2004 أسسنا آني ومجموعة من وجهها عشائر مع مجموعة من شيوخ مساجد في وقتها بعد السقوط سقوط النظام فمناطقنا كانت هي مناطق السنية بدت تدخل عليها مجاميع مسلحة مدنية وكانت تقتل بشكل بشع وتخلي أوراق وعلامات على صدور المقتولين من أهالي المنطقة نعم فأسسنا مجاميع مناطقية سميناها فرسان الرافد يعني هي كانت المجموعة الاسم ماتي الأول كان هذه المجاميع هي مجاميع لأنه ما كان أكو نظام ما كانت أكو حكومة ما كان أكو شرطة ما كان أكو جيش الحكومة كانت عبارة عن كارتونة محصورة في المنطقة الخضراء تحميها الولايات المتحدة الأمريكية نعم وإحنا كنا نقتل يوميا بالعشرات فطرينا أن نأسس قوة مناطقية تحميكم مقتالية شعبية مقتالية غرضها أنه تحمي المناطق من الميليشيات من فرق الموت اللي كانت تدخل تحمي المناطق قانونيا من المجرمين اعتمدنا على أنفسنا وكنت أنا قيادة في هذه المجامع نعم كانت مختصة بشؤون الناس لأن الأمن انفقت تماما نعم فكان عندي آلاف الرجال في هذا الوقت إلى 2004 وإلى أن صارت الحرب الطائفية بال2005 واشتعل الوضع في العراق وكانت كان الدم في كل مكان احنا قيادتنا وقواتنا اللي كنت أنا مسؤول فيها أيضا مو هجومية وما شاركت في الحرب الطائفية نعم ما قاتلنا في الحرب الطائفية ضد الطائفة الأخرى كان واجبنا هو حماية مناطقنا من دخول الميليشيات السائبة وفرق الموت اللي كانت تدخل لأخذة أخوتي أيضا يعني بالمناسبة أنا يعني أخذوا أخوتي وبعد أيام لجناهم قطعين ومشمرين وعيونهم قلعة أخوتك لكن نعم أخوتي نعم أخوتك أخذوا أخذوا في مداهمة طبوا إلى منطقة من مناطقنا وأخلوا البيوت من كل الشباب بقوا بس النساء وأخذوهم وبعد فترة من الزمن لقناهم بالأزبال كم أخ لك حصل له هذه المشكلة أخذوا من فرق الموت وما ثنيا وثنيا انقتلوا من قبل الميليشيات اللي دخلت من الجنوب اللي دخلت من جانب الإيراني يعني أربعة من أخواتك راحوا نعم طيب أنا أعرف أنه في 2007 يعني أو أعتقد بهذا الوقت أنه كنت أيضا مساهم في الصحوات أنا حنشوف فيديو وبعد هذا نرجع يعني نكمل الحديث نشوف أول فيديو حارده كان لك حوار مع الجزيرة وكنت قائد مجموعة عسكرية هناك نشوف الفيديو وبعدها نعود هذا الرجل يعد القائد الميداني الأول في منطقة العامرية غرب بغداد أبو العبد ذاعت شهرته في العديد من مناطق العراق وبدأت بعض المناطق تتكلم باسمه لنسخ التجربة فمن لا يريد أن يعود المهجرون إلى بيوتهم وأن يعود الأمن إلى المناطق هو وجنوده لا ينتمون إلى الشرطة العراقية بل لا يسمح لهم بأن يكونوا ضمنها لا تقبلهم الشرطة ولا يقبلهم الجيش فلا زالوا يسمون بالتنظيمات المسلحة التابعة إلى مجالس الصحوة عدوهم غالبا يكون تنظيم القاعدة والميليشيات ومع ذلك لا يزودون من قبل الحكومة بالمال والسلاح ولا حتى بالشرعية نقلب أن يكون عليهم صفر رسمية كجيش عراقي أو نقوم شرطة ومن المزار الداخلية فهي يعني مشكلة بالنسبلان بليد العالم ضد كل مجهودة بسبيل إعادة عمار المنطقة من التحتيات تبليات المجال وفقراء هذا كان مقطع من تقرير للجزيرة كانت نشرته منذ زمن عن موضوع أو قيادتك لأبناء الرافضين أعتقد فإيه تعليقك على هذا الفيديو وكيف تطور عملك في مقاومة كما قلت الميليشيات المسلحة التي تريد الاعتذاء عليكم طبعا أخي رشيد هذا المقطع اللي انت عرضت هذا هو اختبار الثاني اللي أكد لي أن يسوع المسيح هو الله ظهر بالجسد كيف يعني اللي أعطأ هذا الاختبار الثاني اللي مهم جدا كان في حياتي هذا اللي شفت الآن أنا رجعت المهجرين الشيعة رجعت المهجرين المسيحيين رجعت الهاربين السنة ولكن ليس بفضلي إنما بفضلي يسوع امتى حصل في أي مكان نعم امتى رجعت كل هذا في أي مكان وامتى تقريبا في بغداد في منطقة العامرية وحي الجهاد وحي الفرات والغزاء تقريبا أغلب مناطق بغداد أنا قمت بإعادة كافة المهجرين وكنت أنا مشرف على حمايتهم ليل ونهار ولكن هذا كان بسبب اختبار طيب حكي لنا الاختبار طيب أنا حكيت لك إلى أن بدت القوات المناطقية التي أسسناها كانت أعدادها آلاف كنا ندافع عن مناطقنا من دخول الميليشيات السائبة والعصابات والعصابات المسلحة التي كانت تقتل حتى الأطفال فكنا واجبنا أن نحراسات وندافع عن مناطقنا ما خرجنا خارج المناطق ولا قاتلنا ولا شاركنا بالحرب الطائفية إلى أن بدأت تظهر فئة جديدة داخل مساجد مناطقنا شباب كانوا يلبسون دشاديش قصيرة ولحاية طويلة نحن مسلفيين ولكن دولة طلعوا سلفيين من شكل آخر لأن حقيقة نحن كنا نقرأ القرآن ونقرأ حاديث على لسان المشايخ ونحفظها ولكن ما نقرأ بالكتب لأن صحيح مسلم والبخاري كنا بس نشوفه على رفوف الشيوخ نقرأ كتاب صف كتاب مطبوغ مكتوب صحيح مسلم ولكن إذا أردنا شيء فنسأل الشيخ فبدأوا معا أخرى إلى عام 2006 بدأوا هم في بداية 2006 بدأوا يهددونا يجون مثلا أنتوا أما تلتحقون معنا أو الذبون سلاحكم إحنا نحمي المنطقة فصار مجرد يعني صارت مشاحنات بيناتنا أنه أنتوا منوا عنا مناطقنا هاي وبعدين قالوا لا أما تجون يا نفر فرفضنا أنه ندخل يهم فاعتزننا قعدنا ببيوتنا هذه المجاميع اللي قامت تسوي قامت تقتل بالعوائل الشيعية داخل مناطقنا نعم قامت يعني تقتل بالأطباء تقتل بالعالم تقتل بالأطفال صارت مناطقنا عبارة عن مقابر حية يعني من تمشي في شوارعنا تشم ريحة الموت لأن الجثث كانت في كل مكان كانت في الأزبال كانت في المجاري نساء ملقية على الأزبال أطفال حتى القطط القطط ويعرفونها البغداد اللي أندي يشوفوني القطط كانت تأكل بوجوه المقتولين في الشوارع وما يجرى رجل أو أي إنسان يقترب على أي جثة يرفعها حد وصل بهم الحد أنه قام يقتلون الإنسان ويضعون تحت عبوة ناسفة وهاي العبوة تكون ضاغطة بحيث إذا أحد يرفع الجثة تنفجر إلى في يوم من الأيام كنت رايح على صلاة العصر قبل صلاة العصر فتلقاني الشيخ اللي بالجامع اللي أنا كنت رايح به كان يسموني الحجي فقال لي حجي ممكن الروح على مسجد آخر عدنا شيخ الله قلت له مرحل لحق على الصلاة قل لي لا لا تعال يلا اللحق فصعدت جنبة طبعا هاي عام 2006 بدأوا الشباب دولة يفترون بالمناطق وأعلنوا ونفسهم أنهم دولة إسلامية نعم تحب تحكي التفاصيل اسم المسجد أم لا تحب تحكي التفاصيل أنا يعني أحب هو شخصي أنا بأدو هو اسم جامع الفردوس كان كان اسم جامع الفردوس والشيخ مات الرجل كان اسم شيخ وليد نعم نعم تفضل فصعدنا بالسيارة وطلعنا من شارع الفرعي إلى شارع عام هذا الشارع العام كان مغلق وكانوا عناصر الدولة يعني الراديكاليين كانوا سادين هذا الشارع بالكامل وكانوا شالين أسلحة خفيفة وكان قائد التنظيم ماسك برجل كان شعره أبيض هذا كان مسيح الرجل نعم وكان ساكن خلف فياتيف كان لازم هذا الرجل اللي شعره أبيض يريد يساعدنا بالجنطة يعني بالحقيبة ما السيارة الخلفية وكان الرجل ماسك في الصندوق وفي التكمة تبع السيارة وزوجته أيضا كانت مرأة كبيرة وكان شعرها أبيض كانت على الأرض وماسكة بقدم زوجها وكانت تصرخ وذول الشباب اللي كانوا يضربون بهذا الشاي بالأخامس بالمسدسات فكان ينزف فترجيت الشيخ اللي بصف يقتله أحكي معهم قال لي أنا ما قدر أحكي معهم ذول يقتلوني بعدين ألحيت علي قام نزل عليهم من السيارة أول ما نزل قالوا لي أصعد لنطير عمامتك فرجع سعد الشيخ وبدأ قائد التنظيمي يصرح بالآية القرآنية ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بعدين أطلق الرصاص على رأس هذا الرجل الكبير وعلى رأس المرأة وقتلهم بالشارع وبدأ يصرخ بصوت عالي جدا يقول اللي مديدة على هاي الجثث راح النوم وفوقها وفتحوا الطريق وظلت الجثث بالشارع والعالم تخاف تقترب على هاي الجثث طبعا لأن أكون تهديد وأكون قتل موت وهم المسيحيين يعني هذول الاثنين مسيحيين هذول الاثنين كانوا مسيحيين وكانوا كبار بالعمل بعدين تبين بعد فترة من يعني بعد ما أنه قال لهم تعالوا أدخلوا الإسلام فرجوا الرافض قالوا له إذن تدفع الجزية أو تغادر فالرجل لا دفع الجزية بيته من زمان ساكن فيه ولا غادر فمسكوه بالشارع كان طالع دي السوق وقتلوه المهم فتحوا الطريق وطلعنا أحنا أنا كان عندي ألم كثير شفت الحادث أما ما شعب كثير حوادث ولكن كان لله غاية أنه يكشف لي حقيقة في هذا الحدث فقلت لها قلت لها أنا اليوم بعنادهم أنا رح أشيل الجثث فقل لي يعني كان سميني حجي قال لي حجي وانت وديهن يعني لسويني مشاكل قلت لها ما أعرف أنا اليوم هذه الجثث أشيلها المهم كان في حيرة من أمره وأنا دخلت في عناده فاكتشفنا أنه عندهم بنت بنتهم تسكن بالحي المجاور أنه يفصل بيناتنا شارع المطار اللي مسيطرة عليها يعني القوات القوات التحالف فاتصلوا بهاي البنت قالوا لها أمو شو بوش قتلوا طيب شون قالوا لها أكو شباب رح يجيبون الجثث إلى أقرب نقطة على الخط السريع إذا تقدرين تجين أنتي فقالت أنا رح أجي أدخل مع قوات عسكرية عفوا وأخذ الجثث بالفعل إحنا كان حضر التجوال ساعة بثمانية كانوا لم يقدروا دخلوا مناطقنا ولا الحكومة لم يكن لها دور كانوا يسمونها مثلث الموت فطلعت بالفعل ساعة بثمانية كان أكو حضر التجوال وكانت الطائرات الأميركية بالجو أي حركة كانت تضربها وجيت بتحدي سيارتنا نحن طفنا الأضوية جيت شيلت الجثث وخليتهم بالسيارة ونقلتهم الأقرب نقطة كانت على هذا الجسر اسمه جسر حي الجهاد اللي بين منطقتنا وبين المنطقة الأخرى نزلتهم في مكانهم وغربنا انسحبنا لأنه إذا شافونا كان تفتح النار علينا أو يقتلونها نعم وبالبعل جدت هذه الشابة وأخذت أبوها وأمها تدفن وطلعت بذيش اللي يا حبيبي أخي رشيد نعم كانت هو يوم فاصل في حياتي من إنسان عقائدي كنت مستعدة أموت من أجل ديني مستعدة أموت من أجله ما قدرت أنام في بيتي حاولت أنه أنام ما قدرت ردت أنام ما قدرت فأخذت السجادة مع الصلاة مالتي وصعدت لسطح مال بيتي غرب بغداد تكون ساكن في منطقة العامرية فصعدت لسطح بيتي ولأول مرة أنا أشك بوجود الله يعني أنا ملتزم كلش صعدت والأحداث ده تتبادر على رأسي وأقول لها يا ربي أنت وينك من الظلم اللي شفته أنه في ظلم وما فيش شي آه ما ما أمام بيتي أكو جثث في كل مكان أكو جثث غريبة وأكو بيها بس عظام والمجاري سدت من الجثث وفي كل مكان وأكو ظلم فده أقول لها أنت وينك يعني أحنا صليلك نتوضى بالمي البارد الفجر نقول لك يا ربي زلزل الأرض تحت أقدامهم تزلزل الأرض تحت أقدامنا يا رب دمرهم إحنا نتدمر فكل شي عكس يكون معنا هل أنت موجود كنت أبكي أخي رشيد طبعا في ديش اليلة كنت متألم ده أقول لها إذا أنت موجود أنت حقيقي ولا إحنا إحنا عايشين في خدعة تقريبا على ساعة ثلاثة أو الأربع الفجر نزلت ونمت في سريري استلقيت أول ما استلقيت في سريري دخلت في مكان كانت أشبه بالرؤية ما كنت أعرف لها تفسير ولكن شفت نفسي في شارع طويل ونهاية الشارع كان أكو أكو نهر مي وخلف النهر كانت أكو أجزاء أشجار تضرب في بعضها بالتنا أنا رجل عسكري أنا 18 سنة بالجيش فبرق من السماء برق أبيض أنا ظنيت في هذه الرؤية ظنيت أنه هذا صاروخ يعني راكيت صاروخ نازل بس كان نازل باتجاهي فقمت أركض بشكل سريع أهرب من عنده كنت أهرب أركض أهرب 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 وكان الضوء متى يقترب وقد أنتظر لحظة انفجارة كنت أركض بشكل سريع ورح أنت رح ينفجر رح ينفجر إلى أن غمرني الضوء بالكامل بحيث أعمى عيوني قمت بعد ما أقدر أشوف من قوة هذا الضوء وكان أكو شخص يناديني يناديني بابني توقف يا ابني توقف 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 تحول خوفي من الانفجار إلى فرح وأمان وأريد أشوف أنا وين بس ما كنت أشوف شيء لأن كان الضوء كثير قوي وقال لي يا ابني أنا كنت أسمعك أنا موجود عرفت الله عرفت بالروح بروحي عرفت هذا خالقي بدأ هذا الضوء بدأ يخفت شيء فشيء صارت شخصية أمامي كانت مرتفعة شوية عن الأرض كان شعر أبيض طويل ولحية أبيضة طويلة وكان الشعر يبرق كان يطلع من شعر شعاع أبيض يعني ما قدرت أشوف منام حعيونة بس كان الشعاع كان الشعاع يطلع من شعره من لحيته وكان لابث ثوب كان أكمامة عريضة وكان على صدره حزام ذهب إلى نصف بطنة وما ارتفع على الأرض يقول يا ابني أنا كنت أسمعك أنا موجود أنت تقول أنت ما موجود فبديت أتحدث معا واذا الله يا ربي أنا أنا كنت أنكرك نكرتك بسبب الظلم قل لي هذا رح يتوقف يا ابني ورح أكون أنا معك رح تكون أنت السبب وأنا رح أكون معك أحميك اللي صار أنا متأكد هذا الله أخرج تاج ذهبي وضع على رأسي كان على رأس التاج كان صليب رب المجد يسوع كان صليب كبير على التاج ولف على كتفي عباه وعطاني عصايا طويلة كانت كثير وقال لي روح أعبر النار فقط أضربهم بالعصى رح يحترقون أنا رح أكون معك فسمعت وتركت ومشيت من تركت ومشيت شكيت في داخلي ما تحدثت بلساني شكيت في قلبي قلت في قلبي قلت أنا كيف أنا وحدي أنا شو رح أقدر تذوله أنا وحدي سمعني من غير ما أنطق الله يسمع أفكارنا والآن يسمع كل أفكار المشاهدين الآن اللي الآن دا تدور في خلجاتهم وفي رؤوسهم الله يسمعها قل لي يا ابني ليش دا الشك ليش تقول أنت وحدك أنا قلت لك أنا معك روح يا ابني جيت على حافة النهار كان أكو قارب صعدت بهذا القارب المفروض أنه أعبر شكيت مرة ثانية بنفس الطريقة الأولى سمعني مرة ثانية بدون ما أنطق بلساني يسمع الفكر قل لي يا ابني للمرة الثانية أنت دا الشك ليش دا الشك التفت خلفك التفتت خلفي كانت أكو آلاف 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 القوارب اللي بها آلاف آلاف الرجال قل لي روحوا أنا معك وفتحت عيني كانت الباب ما لبيتي تنطرق بشكل قوي بالواقع وأنا ما زلت أنه متأكد أنا شفت الله صليب صليب كانت رؤية كانت رؤية واضحة كانت رؤية واضحة حقيقة مثل ما أندت أتحدث مع أخي رشيد أنا متأكد واضحة كنت مع الله طيب صحيت بعد الترق على الباب صحيت صحيت كانت القوات الأميركية واقفة في الباب والمترجم كان يصرخ بصوت بعد ما طلعت من باب المطبخ على القراج ما السيارة كان المترجم يصرخ بصوت افتح الباب ده بتفتيش ففتحت الباب قال لي يبقى بالقراج ما السيارة فظليت بالقراج ما السيارة ودخله وكلهم في داخل بيتي وأنا ظليت برا وأنا مثل الإنسان اللي أنا أدرس عقيدة عقيدة توحيد لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن ماريام ولكن شفت الله الله بنفسه أعطاني صليل طيب كيف تحلها انضرب عقلي حلها أنه أنا كنت كنت واقف بالقراج وطلعوا من التفتيش وراحوا وسدوا الباب وأنا مثل اللي شخص داخل رأسه مطرقة كانت تضرب بي يمين ويسار وما دعرفش يسوي فإجيت جلست على عتبة المطبخ ووضعت إيدي على رأسي صليب الله أنا متأكد هذا الله صليب الله متأكد أني الله شوف عمل الله يا حبيبي بهاي اللحظات اللي كنت أنا صليب الله صليب الله الله فتح جزء في رأسي كان عمري بي 13 عام وأنا جالس بهاي المطرقة ددوق على رأسي تذكر يا ابن الصليب اللي شنت تشوفه تذكر يا ابن الشيخ اللي كان يضربك على ساس جني نصراني تذكر أم المسيح تذكر زكريا اللي يجاك في غرفة أبوك أخي رشيد في هذه اللحظات شاعري وشاعر جسدي كله توقف اترابطت الأحداث وانت صغير اللي ربطها هو من ربط أحداثي أنا كنت ناسيها نهائيا معلبالي يعني راحت في فتراتها الأولى ولكن في اختبار الثاني وفي لحظة لحظة عذاب بالنسبة إلي ودرد عرف أنا مكاني وين أنا متأكد هذا الله أنا متأكد هذا الله والله ألبسني صليب طيب أنا أدرس عقيدة عقيدة إسلامية بالتوحيد عدو عدوها الصليب يسوء المسيح رح يجي أول ما يجرج رح يكسر الصليب ويقتر الخنزير صحيح هذا معلماتنا لحاديث الإسلامي آيات مخيفة وقالوا اتخذ الله ولده لقد جئتم شيئا إده تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هده أندعوا للرحمن ولده عقيدة كلها ضد المسيح كنت في حالة من الصراع خلال دقائق أنا رد تموت جدت رحمة الله وخطة إلى حياتي فتح ذاكرة في رأسي كانت مغلوقة من كان عمري 13 عام خليك معي خليك معي لأنه معناش وقت كتير ونسينا المشاهدين بكثرة ما أنا مركز معاك في تفاصيل الأحداث الأخ أبو فادي من الجزائر أهلا بك أهلا أخ رشيد أهلا أهلا هذه أخت يعني أنا لولي الأخ أبو فادي أم فادي أم فادي معي أبو فادي أهلا أم فادي أبو فادي أهلا بكم أهلا أخ رشيد الأول مرة نتصل بالحصة نحن عابرين شرفتوني شرفتوني عرفنا المسيح يعني من خلال سؤال جريء نشكر الله شيء رائع شيء رائع كيف أمتى حصل هذا الأمر وكيف لو بعجالة والله أنا أنا يعني عندي ثلث سنوات تقريبا أكثر من ثلث سنوات في تقريبا 2008 نعم نعم أهلا أخي أبو فادي سلام ليك أخي رشيد سلام سلام المسيح وسلام القناة للحياة مشكورين على هذا المجهود شكرا لك شكرا يعني من خلالك أخي رشيد عرفنا السيد المسيح له كل المجد نشكر الله شيء رائع شيء رائع وإحنا مجرد أدوات يعني في الأخير نعم نعم أخي رشيد نعم كيف ما تعليقكم على اختبار الأخ أبو العبد من العراق يعني نحنا مش كنا يتمم تبعين الحصة نعم المباشر وكنتو جم تبعين المباشر الرب يتمجد في كل مكان أخي رشيد صحيح صحيح هذا شيء صحيح أنا بحييكم وبحيي كل الأخوة أغتنم الفرصة في الجزائر بمناسبة عياد الميلاد أحيي الكنيسة الجزائرية وكل الأخوة والأخوات هناك مشكورين أخي رشيد مشكورين بلغ سلام لكل الأخوة وشكرا على مشاركتك في هذه الحصة صحيح وعيد أمكن أخي رشيد مع العناوين للإتصال نعم عناوين للإتصال بماذا بسمال العناوين لكي نخطأ برصيد المسيح تريد حد يتصل بك من جزائر نعم خليك معي وإحنا ممكن نشوف طريقة كيف نتواصل معكم وحد يساعدكم حتى تعرفوا المسيح وتتواصلوا مع كنيسة محلية خليك معي والأخوة سيهتموا بهذا الأمر طبعا لدينا فيديو ثاني للأخ سعد أبو العبد موجود لو حطيته سعد أبو العبد في اليوتيوب ستجدون فيديوهات مختلفة نشوف فيديو آخر ونكمل هذه الحلقة هذا فيديو آخر للأخ سعد أبو العبد لا أدري أين لكن كان وكان يعني إظهار للقوة شيء من هذا القبيل وفي فيديو آخر نشوفه أيضا وبعده أرجع لك لأنه اقتربنا من نهاية الحلقة عندي بعض الأسئلة لكن نشوف فيديو آخر ثم نكمل الحلقة أيضا وليس وليس وليد 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 أنا ل viral وليس 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 خاد gratuit سラ إضace أعندّى بيوت أعند يجاد أو أعند طيوب وضع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم غيرني من الداخل غير قلبي حبيبي نعم غير فكري خلاني انظر للخطيئة مو من اساس الخطيئة ولكن خلاني الرب يسوع اعرف الخطيئة واغيرها من الفكر من الجذور نعم في هذه الفيديوهات كنت تقول انه اللي لقينا عنده عبوة او شي نشقف راسه يعني كنت بتحارب الجماعات الاسلامية الاخرى اللي بتؤدي المدنيين مثل القاعدة وغيره ام ايه بالضبط بالضبط احنا انا كان عملي بالضبط هو ضد ضد التنظيمات المسلحة كعموم وضد الميليشيات كعموم وضد كل انسان يقتل انسان بريء الله استخدمني لهذا وكانت في القوة من الله مو من عندي انا قرأت انك بتديت فكرة الصحوات في العامرية نعم نعم وهذا ايضا به اختبار اخر احنا جايين لاختبار لكن هل فعلا صحيح كنت يعني كانت بداية الصحوة في العامرية بالضبط بس مجرد عندي تعليق واحد انه كلمة الصحوة نعم هذه مو احنا اللي ثونا احنا اذا شفت بالفيديو قائد فرسان الرافدين انا اسست فرسان الرافدين اللي هي الدافة عن حقوق الناس عن حقوق المواطنين كلمة صحوة اطلقتها علينا الحكومة لينبها شيء من العيب يعني احنا كنا نايمين والان صحيانا او كنا يعني في شيء خطأ والان صحيانا فكانت هي مو تابعة بل اطلقوها علينا يعني وبدت في الالفين وسبعة بالضبط مثل ما قلت لك وكان بها اختبار الرب يعلم فيه وكل اللي كانوا موجودين في ذاك الوقت كانوا يقولوا لي انت الله سوى وياك معجزة بس اذا يسمح الوقت كان اتحدث لك بيها احنا قربنا من نهاية الجزء الاول لكن في نهاية هذا الجزء قدمنا مثلا دقيقة ونص اي رسالتك للعراقين احنا هنكمل الجزء التاني لانه احنا غطينا بس جزء بسيط جدا اي رسالتك للاخوة المشاهدين اللي بتابعوا هذه الحلقة وممكن يتابعونا في الجزء التاني في الحلقة القادمة اي رسالتك ليهم رسالتي هي الى كل اخ واخد كل حبيب وحبيبة مسلم او اللي ما يعرف الرب يسوع المسيح صلي واطلب الاله الواحد وابتعدوا عن الشيطان اطلبوا الله ورح يظهروا لكم اطلبوا الحق الشر ما يجيب الا الشر الموت ما يجيب الا الموت وهذا قال ربنا يسوع المسيح من يأخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ نعم ابحثوا عن الحقيقة والرب رح يحرركم من الشيطان رح حرركم من كل عقيدة باطلة من كل ظلم رح يغيركم رح يعطيكم فرح وسلام ونعمة وبركة ومحبة للاخرين اشكرك اشكرك اخي ابو العبد وحنكمل الجزء التاني شاهدونا الجزء التاني من هذا الاختبار الرائع الى اللقاء الى اللقاء اشتركوا في القناة